الوضعية الإنسانية للمهاجرين سواء المجموعة العالقة على الحدود بين تونس وليبيا منذ أكثر من شهر أو المجموعات التي تقيم في الشارع نتحدث هنا تحديدا مثلا عن منطقة جرجيس الحدودية هناك ما ترون خلف مجموعة من المهاجرين السودانيين الذين ينتظرون دورهم أمام مقرأ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للحصول على موثائق تثبت هويتهم للتمكن بعد ذلك من حصول على سفة لاجئة الأوضاع كما قلت الإنسانية صعبة جدا بارتفاع درجات الحرارة وأيضا لنقص المساعدات الإنسانية باعتبار أن الهلال الأحمر التونسي هو الجهة الوحيدة التي تقدم المساعدات والإغافة إلى حد هذه اللحظة سواء على الحدود مع ليبيا أو داخل المناطق الحدودية نتحدث هنا عن محافظة مدنين بكل مناطقها الهلال الأحمر التونسي يقول أن إمكانياته ليست كافية لتغطية حاجات كل المهاجرين بطريقة كافية باعتبار أن إمكانياته محدودة كما قلت لكنه يسعى إلى توفير على الأقل الماء والغذاء والعيادات الطبية لهؤلاء المهاجرين مع العلم أن جزءا منهم يعاني ظروفا صحية صعبة خاصة نتحدث عن جروح وكسور بسبب بشيهم لفترات طويلة سيرا على الأقدام قادمين من الصحراء الليبية وأيضا هناك نساء حوامل وأطفال من بين العليقين على الحدود التونسية الليبية ومن ذلك الواضع الإنساني كما قلت سيء للغاية في انتظار أن تتدخل بعض المنظمات الدولية وذلك وفقا لما دعت إليها المتحدث الرسمية باسم الهلال الأحمر التونسي في أكثر من مناسبة دعية إلى تعوض جهود كل المنظمات على الأقل لمتابعة المزيد الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات